أهلا في فيديو جديد على قناتي لوناليز فيديو اليوم رح يكون في سلسلة الحمل والولادة في الفيديو اليوم رح شارككم علبة أو سلة العناية الحميمية خلال فترة النفاس وهي المنتجات أو الأشياء اللي رح تحتاجيها لحتى تعتني بالمنطقة الحميمية خلال فترة النفاس وهذا رح يكون عبارة عن تجربة الخاصة فقط بالنسبة لي أنا ولدت ولادة طبيعية فممكن يلي ولدت ولادة قيسرية رح يختلف معاه الموضوع في بعض المنتجات قبل لنبدأ الفيديو أتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات وتشوفوا فيديوهاتي السابقة ويلا نبدأ أفضل أستخدم علبة أو سلة أحط فيها كل اللي أحتاجه أخليها في الحمام بحيث ما أنساها وأستخدمها بعد كل مرة أستخدم الحمام وفي نفس الوقت يكون كل شيء منظم وفي مكان واحد أول شيء أنصحكم فيه بشدة هو الشطاف المحمول هذا بالعادة الشطاف اللي في الحمام يكون فيه ضغط الماء عالي وهذا ممكن يوجد على المنطقة من تحت وخصوصا إذا كان فيه جرح أو خياطة فلازم ما يجي عليها أي ماء بضغط عالي عشان هيك أحب أستخدم هذا الشطاف وكمان دكتورتي نصحتني أني دائما أخسل بماء دافي فصار أسهل لي أستخدم هذا الشطاف المحمول وأملاه بماء دافي قبل الاستخدام ثاني شيء هو الفوت الصحية أكيد كنا عارفين أنه نحتاجها أهم شيء تختاري حجم مناسب ويكون امتساس عالي وما يسبب حساسية لأن مع الخياطة لازم المنطقة تكون جافة حتى الجرح ينشف بسرعة وما يفضل دائما مبلول ثالث شيء وهو مطهر بتادين كثير مفيد حتى يمنع أي تعافون للجرح أو الخياطة أستخدمه بالعادة مع الحمام المائي اللي أسويه للمنطقة الحساسة في الأول كنت أستخدم ملح كون الملح يعتبر مطهر بس بعدين بدأت أستخدم بتادين حسيت أنه أحسن من الملح ولكن ممكن تستخدموا الملح ما في أي مشكلة وكمان يعتبر مطهر قوي جدا وهذا الحوض يلي أستخدمه للحمام المائي أنا أخذته من المستشفى هم معطونية ولكن ممكن تشتروه أونلاين من نون أو أمازون أملاه بماء دافي وأحط فيه المطهر أو الملح وبعدين أجلس عليه لمدة عشرين دقيقة أستخدمه يوميا مرة صباحا ومرة مساء كثير فاتني يا بنات أنصحكم تستعملوه خامس شيء هو الكريمات يلي أستخدمها للجرح أو الخياطة طبعا كريمات هذه وصفتهم للدكتورة كريم ميبو وكريم فوسيدين طبعا هم مشهورين جدا لعلاج الحروق والجروح ومعظم الدكاترة بيوصفوهم أستخدمهم ثلاث مرات في اليوم في الأول كنت أستخدم ميبو بس وبعدين دكتورة وصفت لي فوسيدين وصرت مرة أستخدم ميبو ومرة فوسيدين وآخر شيء هذا البخاخ من بيتادين هو عبارة عن بخاخ بودرة جافة الغرض منه أنه ينشف المنطقة عشان الجرح ما يتعفن وينشف بسرعة أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ومن تجربتي الخاصة ولا تنسوا تدعموني بلايك وتعليق وتشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات السابقة